موسيقى 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 أهلا أحباء المشاهدين في كل مكان في هذه الحلقة رح نتكلم عن رسائل سموية أو تحركات سموية في البداية أود أن أقدم أحر التهاني عيد ميلاد مجيد لأحبائنا اللي بيحتفلوا عيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي بحب أقدم لكل أحبائنا إخوتنا الأقباط والأورتودوكس سواء في الأراضي المقدسة في الدول العربية وطبعا في مصر أكبر شريحة من المسحيين ربنا يبارككم كل عام وأنتم بخير صلاة أن تكون هذه السنة سنة مباركة سنة مثمري سنة خير وسنة شفاء تعويض واسترداد من كل النواحي ما زلنا في أجواء الميلاد أجواء الميلاد جميلة جدا وأنا شخصيا بحبها لأنه فيها إطالة يعني كل شهر ديسمبر منحتفل إلى مص يناير ومنتذكر ميلاد ربنا يسوع المسيح ونتكلم برسائل متعددة سواء في اللايف شو أو في السوشال ميديا كل الغرض أنه نوضح هوية يسوع المسيح ميلاد المسيح ميلاد متميز ميلاد فريد وخليني أكرر أنه مجيء المسيح إلى عالمنا كان بقدرة معجزية مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت أنه تجسد الكلمة والكلمة صار جسدا قيامة يسوع المسيح أقام نفسه من الأموات هزم الموت صرع أهوال الجحيم وهزم الشيطان لأنه رئيس الحياة ثم أحباء الصعود المسيح أمام شهود كثيرين من جبل الزيتون إلى السماء وطبعا مجيء الثاني سوف يكون من أعظم الحدث في تاريخ البشرية ولكن الشيء المميز في كل هذه الأحداث التداخلات الملائكية فمثلا منشوف ملائكة عند ولادة يسوع المسيح وبتظهر مثل زكريا مريم يوسف الرعاة وبيوحوا للمجوس إلى آخرية بتشوف ملائكة في قيامة يسوع المسيح عندما ذهبت المريمات إلى القبر والملائكة خبروا النساء اللي كانوا عند القبر ليس هوها هنا لكنه قام والملائكة اللي شجعوا التلميذ على جبل الزيتون كما رأيتموه منطلقا إلى السماء بنفس الطريقة رح يرجع إلى كوكبنا إلى أرضنا مرة تانية من السماء والحدث الأخير اللي بتشوف في سفر الرؤية عمل الملائكة كل أنواع الملائكة سواء في العرش حول العرش سواء في الحصاد سواء في الضربات وإلى آخر في مجيء المسيح ثانية بتشوف تحركات ملائكية كثيرة ولكن في هذه الحلقة في ميلاد يسوع المسيح منشوف رسائل سموية منشوف تحركات ملائكية بشكل واضح بالحقيقة أن التجسد هو معجزة المعجزات والشيء الجميل أن التجسد لم يأتي ليظهر عظمته فقط ولكن ليعمل ويعمل الفداء من أجل الخلاص خلاص كل إنسان فبتلاحظ في تحركات كثيرة مع أنه يا للعجب لما هيرودوس الكبير سمع عن المولود الملك أراد أن يتخلص منه وبالحقيقة قتل أطفال بيت لحم وكل الأطفال المحيطين في الكورة ومش بس حتى رجال الدين الفرسيين اللي عارفين عن النبوات في العهد القديم لما سألهم هيرودوس أين يولد المسيح عرفوا المكان والزمان كمان ولكن لم يبالوا أن يروحوا لبيت لحم يفحصوا الأمر أو يضققوا في الموضوع اتجاهلوا ولادة يسوع وهكذا اليوم أحب في كتير ناس عاوز بمجرد أنه بتسمع عن يسوع عاوز تتخلص من الفكرة وبمجرد أنه بيعرفوا عن سمو ورفعة يسوع المسيح بيتجاهلوا ومش عاوزين يعرفوا ومستعدين أنه يعملوا ما لا يعمل في سبيل الحفاظ إما على ديانته أو على شخصيته لأنه يسوع المسيح نور والنور بيفضح الظلمة لاحظ كان فيه تحركات خليني أبتدي في المجوس المجوس هم حكماء من المشرق هم اللي بيشتغلوا في القصور الملوك عندهم معرفة في علم الفلك تحركات النجوم بيعرفوا طبعا هم حكماء دارسين بيتميزوا بالمعرفة والمشهورة في قصر الملك ولا ربما كانوا بيدرسوا نبوات دانيال عندما كان موجود في أيام الفرس وعرفوا عن هذه النبوات ولكن منلاحظ أنه إذا جاءوا من المشرق وعلى الأرجح من مناطق فارس فإذا مشوا مش أقل من ألفين كيلو متر فإذا كان فيه نجم أو نجوم عم تتحرك وعن بيتبعوا هذا النجم طبعا مسافة ألفين كيلو متر فابتدأوا بالرحلة على الأرجح قبل ولادة يسوع المسيح لأن الأمر كله كان أمر معجزي ولما وصل النجم عند أورش في أورشاليم راحوا سألوا الشخص الغلط في المكان الغلط وسألوا أين يولد ملك اليهود مما اضطرب أثار يعني اضطراب هيرودوس وكل المدينة أورشاليم معه ولكن برضو استمروا أن يتبعوا النجم وهون كان فيه شيء خارق عمل خارق في هذا الموضوع النجم مكتوب وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي يعني تخيل هذا النجم وقف كأنه بيشرق بنور يعني فوق الصبي أو فوق الطفل يسوع وهون طبعا الجدير بالإشارة أنه يسوع طبعا ولد في مذود ولكن هون الكلام بقول أنه كان موجود في بيت وأنه صبي الظهر أنه كبر شوي لأنه طبيعة لازم اتردعوا ولازم يختتن في اليوم التامن ولازم يمشوا على حسب الطهارة شريعة الطهارة التقسية بحسب طبعا عدات اليهود من الكتاب المقدس ومكثوا فترة لأنه إجراءات الإحصاء في أيام أغسطس بياخد وقت وأنه كونهم موجودين في بيت هذا معنات أنه كانوا فترة زمنية ولكن فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت فخروا وسجدوا له وطبعا فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا هذا الموكب الجليل يعني المهيب أثار أورشاليم لأنه مجموعة كبيرة من المجوز اللي دخلت أورشاليم قافلة كبيرة وطبعا كملت القافلة إلى حيث وجد الصبي قدموا له هدايا ثم أحباء منقرأ عن ظهورات الملاك الملاك جبرائيل ومنقرأ عن جوقة الملائكة جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل موسيقى ترجمة نانسي قنقرأ ترجمة نانسي قنقرأ أهلا أحبائي مرتاني رح أتكلم عن رسائل سماوية أو تحركات الملائكية عند ميلاد يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على التميز بدل على سمو ورفعة هذا الطفل يسوع الذي ولد في بيت لحم لتتميم النبوات الكثيرة والرموز التي قيلت عنه في العهد القديم ولكن برضو الله يعني أعطى إعلانات عظيمة من خلال تحركات ملائكية مش للعديد من الناس لكن مع الذين قلوبهم كاملة نحوه المتواضعة الخاضعة القلوب اللي كانت بتنتظر حتى تستقبل مجيء المسيح مجيء الرب يسوع المسيح واللي ظهر أحبائي عند ولادة يسوع المسيح هو الملاك جبرايل جبرايل يعتبر ملاك البشارة اللي أعلن البشارة عن مجيء المخلص يسوع المسيح وهذا الاسم ليس غريب فنرى يعني بسفر دانيال بيتكلم عن الملاك جبرايل اللي ظهر لدانيال وعلى الأرجح ظهر له مش أقل من مرتين ممكن تلت مرات ظهر له واضح أنه الملاك جبرايل هو ملاك البشارة وملاك الحرب لأنه كان يتكلم عن زميله مخايل اللي بحارب معه وأيضا هو المشجع ولاحظ في كل البشائر في كل الظهرات اللي بيظهر فيها الملاك جبرايل دايما أول جملة لا تخف لا تخف لا تخف دايما تردد هذه الكلمة خاف دانيال وضعف فلمسه ورجعت القوة في دانيال وعلى الأرجح هو اللي قال لدانيال لا تخف أيها الرجل المحبوب فوضح من هذه العبارات أنه جبرايل كان واحد من رؤساء الملائكة له مكانة وله اعتبار مهم جدا وله قدرة لأنه قال لزكريا الواقف قدام الله وهو واحد من الرؤساء الملائكة السبعة اللي بيذكرهم سفر الرؤية إصحاح تمانية الذين يقفون أمام الله طبعا موضوع الملائكة موضوع كبير جدا في الكتاب المقدس سواء تحركاتهم إعلاناتهم خدماتهم أو يعني يعني بشائرهم وطبعا في الحصاد الأخير في المجيء الثاني لهم طبعا أعمال مهمة جدا وفيه زي يعني مكانات أو رياسات في هذا الموضوع الكتاب بيتكلم عن السرفين بيتكلم عن الكاروبين اللي هم في محضر الله بيتكلم عن سبع ملائكة رؤساء الملائكة اللي منهم جبرايل وميخائيل ورفائيل طبعا وهنا منروح لتقليد الكنسة سبع ملائكة اللي هم أسماء ولكن بحسب سفر رؤية في سبع رؤساء سبع ملائكة الواقفون قدام الله وبعدهم تيجي للرياسات والسيادات والسلاطين وكل أنواع الملائكة اللي بتحفظ اللي بتحرص اللي بتحمي المسؤولة عن مناطق عن الأطفال وهو موضوع جميل جدا وإن شاء الله أنه رب يعطينا سلسلة حلقات عن موضوع الملائكة ولكن جبرايل كان له عمل خاص في موضوع الميلاد ميلاد الرب يسوع المسيح فلهما كان له اعتبار واقف أمام الله زكريا عمليا الكاهن رأى رئيس الملائكة كان بيقدم البخور بيحرق البخور العطر العطر المعطر على مذبح البخور الذهبي مذبح البخور الذهبي اللي هو في منطقة القدس في الهيكل القدس يعني المكان المقدس أقدس مكان أمام الحجاب حجاب الهيكل اللي وراء الحجاب هو تابوت العهد أو تابوت الرب اللي مغطى بي يعني غطاء الرحمة بيسموه من دهب وفوقه كربان يضللان هؤلاء الكربان يعني أمام محضر الله فلازم الكاهن بحسب القرعة أنه يدخل ويبخر ولازم البخور حرق البخور المعطر لازم يكون بشكل مستمر في هذه المنطقة المقدسة في ثلاث قطع في طاولة ترابيزة اللي هي بسموها مائدة خبز الوجوه برضو مغشاة من الذهب لازم يكون في 12 رغيف خبز بشكل مستمر وفي المنارة الذهبية برضو من ذهب خالص لازم تنير المكان منطقة القدس أمام الحجاب وبالضبط أمام الحجاب أمام قدس الأقداس في مذبح البخور اللي من من ذهب وكان في قرعة وكان في 24 فرقة ابتدأها في أيام داود الملك وطبعا ثبتها سليمان الملك أنه بحسب القرعة من هؤلاء الكهنة كل واحد إلى دور كل واحد إلى نوبي بحسب القرعة أنه يكهن لمدة أسبوع في هذه المنطقة من تنظيف من وضع البخور من الصلاة إلى آخره في هذا المكان وطبعا ظهر الملاك جبرائيل للكاهن زكريا وطبعا النبي زكريا ويبشروا بولادة يحنى المعمدان أعظم شخصية من بين المولودين من النساء اللي شهد ليسوع وأعلن عن مجيء المسيح لاحظ أنه ظهر الملاك جبرائيل بعد انقطاع يعني صمت من دانيال لإنجيل متى أو لمجيء المسيح أعتقد فيه مش أقل من خمسمائة سن إحنا بنتكلم عن مملكة فارس وبعديها أجت مملكة اليونان وانقسمت المملكة وبعديها الرومان فإذا في مدة أو مسافة خمسمائة سنة كان فيها صمت بدون ظهور ملائكة يعني أنا بتكلم حسب الكتاب يمكن الملائكة ظهرت لناس من غير من غير ما نعرف ولكن هذا الظهور طبعا كان مذهل كان مروع كان مخيف وكان غير متوقع ولسيما من شخص عجوز كهل رح يخدم النوب بتاعته ويرجع إلى بلده إلى عين كارم في جبال يهودة ويتقابل الملاك جبراي رئيس الملائكة مع زكريا وهون طبعا رجوع العلاقة من بعد انقطاع زمن طويل أكثر من خمسمائة سنة من أيام دانيال إلى الظهور إلى زكريا الكهن في الرسالة إلى العبرانيين مكتوب وأيضا متأدخل البكر إلى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهي بأنار فهي أرواح مرسلة من من ملائكة بتعني خادم والغرض من الملائكة هي الخدمة فظهر للكاهن زكريا في منطقة القدس وهو عم بقدم البخور المعطر في هذه المنطقة ليبشروا بزيارة بجميع بمجيء شخص عظيم بولادة يحنى المعمدان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 عن أعزائي المشاهدين حديثنا عن رسائل سماوية من تحركات ملائكية أيام أو في فترة ميلاد ربنا يسوع المسيح قلنا أنه الملاك جبرائيل واحد من الرؤساء الأولين ظهر في العهد القديم لدانيال على الأقل مرتين أو ربما ثلاث مرات وبعد صمت أكتر من خمسمائة سنة نراه يظهر لزكريا الكاهن وخليني في البداية أقرأ بعض الآيات من بشارة لوقا في الإنجيل المقدس الصح الأول من آية 8 فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين المذبح يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا الطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك ألي صباط ستلد لك ابنا وتسميه يحنى ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم هذه الزيارة الأولى كانت للكاهن زكريا أو النبي زكريا ولاحظ في ظهورات الملاك البشير لوقة بركز على ردة الفعل الاضطراب والخوف وأول جملة في الظهور دايما الملاك يردد هذه العبارة لا تخف يا زكريا لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمع ودائما بتشوف الملاك إله قدرة يعني هذا الملاك جبرايل بتشوف إله أعمال قديرة منها لمس مثلا دانيال حتى يرد له الحياة لأنه روحه يعني ماتت فيه من الخوف شجعه ويقوه وهنا كمان زكريا بقوله لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وبعدين بتكلم عن فرح وابتهاج يكون للجميع وطبعا يعني زكريا والإصابات كانوا من نسل الكهنود وكانوا اتنين عقر يعني ما بيخلفوش بعدين زكريا كان كهل يعني عجوز كبير وكانت أليصابات أيضا عجوز كبيرة في العمر وانقطعت عادة النساء ولكن أحبائي كما قال الملاك عندما بشر مريم قال لها عن الإصابات لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله في تكوين 18 لما الملاك كمان بيبشر إبراهيم في ولادة إصحاق إبراهيم كان عمره 100 سنة وصارة كانت 90 سنة يعني مستحيل أنه يخلفه مستحيل ولكن أحبائي كان سؤاله هل يستحيل على الرب شيء فالله هو الإله القادر على كل شيء والملائكة كانت بتوصل هذه الرسائل هذا الملاك أحبائي مثل ما قلت له أعمال معجزية من لمس وقوة قادرة استطاع أن يخرس زكريا وزكريا أصيب بالصنط لمدة تسع شهور حتى ولادة يحنة فكان عنده هذه القدرة ولكن الشيء المزهل كلامه لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قاد سمعت وبعد يوم نشوف لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهل يستحيل على الرب شيء في تكوين 18 واليوم أنت عم بتشاهدني وحاسس أنه في جبل أمامك في شيء بتعتبره مستحيل عاوز أشجعك وأقول بالإيمان أنه كل شيء مستطاع لدى المؤمن لأنه الرب هو إله المستحيلات يعني إن كان لك إيمان تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل صلاة الإيمان تشفي المريض ويمكن انتظرت طويل ويمكن في ناس بيشاهدونا عم بيصلوا من أجل النسل الصالح وطالت المدة تخيل كم المدة كانت مع إبراهيم وصارة تخيل مع زكريا وألي صباط تخيل الفترة الزمنية يعني في الوقت اللي خلص إنهم حتى نسيوا الطلب ونسيوا الصلاة ولكن أول جملة بيقول له لأن طلبة قد سمعت وعاوز أشجع المشاهدين طلبتك قد سمعت تعرفوا بتذكر كلام الرب إلى الملك ملك حزقية ملك يهودة كان ملك صالح قال له قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك واليوم في ناس عم بتشاهدني عاوز أقول لك اليوم بالإيمان إنه طلبتك وصلاتك قد سمعت فقط أشكر الرب وسبح الرب وثق في وعد الرب حتى لو الأمر بيبدو مستحيل فصلاة اليوم كل مشاهد حتى لو كان عندك سرطان باسم الرب يسوع يشف السرطان إذا لكو سنين بتنتظروا بتحاولوا كل المحاولات من أجل الإنجاب بصلي اليوم من أجل معجزة في حياتك كما فعلها مع إبراهيم كما فعلها مع رحيل مع رفقة كما فعلها مع حني أم سموئيل وألي صباط هو قادر إنه يعملها معاك اليوم لا تخف لأن طلبتك قد سمعت زيارة تانية أحبائي كانت للمطوبة مريم قديسة مريم العذراء وكان بعد ست شهور بعد ست شهور مكتوبة في الشهر السادس أرسل جبرايل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذأل صبات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله اسمع ردة فعل مريم غير عن زكريا فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب لي يكون لي كقولك فمضى من عندها الملاك يا سلام يا سلام لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله لاحظ هون التون بيختلف شوي هون الملاك عم بيكلمها باحترام بوقار لأن هذا يليق بمقام مريم أقدس امرأة وأطهر امرأة في الوجود ويكفي أن نقول حملت في بطنها المخلص ربنا يسوع المسيح له كل المجد فهي آمنت وصدقت وفعلا قالت ها أنا آمت الرب أما الظهور الثالث أحبائي وكل هذا في أحداث الميلاد كان ليوسف وخليني أرجع لبشارة متة في الإصحاح الأول بقول عن فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودع اسمه يسوع الملاك ظهر لزكريا عند مذبح البخور الملاك جبرائيل نفس الملاك ظهر لمريم العذراء ظهر لها طبعا ظهور مباشر وكلمها وقالت ها أنا آمت الرب هذا الظهور برضو الملاك بشجع مرة ثالثة لا تخف الرسالة لا تخف وبعدين بشجع يوسف اللي كان محطار اللي كان عنده مخاوف السمعة الشكوك وعنده صراع صراع فظيع عم بمر فيه بين عقله وبين قلبه قلبه بحب مريم ومتأكد انه مريم طاهرة قديسة ولكن في نفس الوقت عم بشوف منظر امامه انه مريم حامل بعقله عم بيتساءل في ذهنه عم يعني محتار قلبه اكيد بقوله مستحيل انه هذه المرأة تعمل الفحشاء ولكن حتى يسد كل الابواب عمل شيء وهذا شيء بدل على شهامي وعلى كرامي من يوسف مكتوب ارادة تخليتها سرا يعني بحسب العادات اليهودية عاوز يتركها يفسخ الخطوبة اللي هي تعتبر تقريبا زي نصف زواج في تلك العادات ولكن بياخد معاه شهود اتنين حتى يشهد ويقول انه الطفل الحامل يعني مريم الحامل الطفل مش منه اوكي فهون بيعملها بطريقة سرية تخليتها سرا مع الرباي مع شهود اتنين بدون اي فضايح بدون اي كلام بدون تشهير بسمعة مريم اليس عجبا يسمى يوسف البار وعلى فكرة يوسف ما حكاش ولا كلمة لكن الكتاب بيحكي عنه صمت يوسف يعتبر مجلدات يعتبر مجلدات لهذه الشخصية الرائعة انا كان نفسي انه يتكتب اكتر عن يوسف حتى بس نلقي الضوء على هذه الشخصية الرائعة جدا قال له لا تخف يا يوسف ان تأخذ مريم امرأتك عالج مشكلة الشكوك والحيرة في حياة يوسف وطبعا اكد له انه اللي صار مع مريم هو معجز الهية حبل فيها من الروح القدس وفعلا كمعيل كرب عائلي اخذ مريم وكان ضروري في تلك العياء العادات انه يكون مع مريم كزوج حتى يحافظ عليها حتى يعيلها وحتى يهتم فيها وحتى يحميها كمان ولسيما بذهابهم الى مصر احبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تخاف وكانت الرسالة لي يوسف النجار لا تخاف والرسالة الرابعة احبائي للرعاة وموجودة في بشارة لوقف الانجيل المقدس الاصحاح الثاني خلينا ابتدى من آية تمانية وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمط مدجعا في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر اوليس عجبا احبائي من كل بقاع الارض الملاك يعني الملاك اللي ظهر ليوسف في حلم على فكرة مش معروف اذا كان الملاك جبرائيل او غيره والملاك اللي ظهر للرعاء نفس الشي مش مكتوب اسمه ولكن اليس عجبا انه من كل الكوكب الارضي مخترش بقعة الا في ارض فلسطين اوليس عجبا من كل المدن الكبيرة والصغيرة والمتواضعة مخترش الا بيت لحم اوليس عجبا مكان الولادة لم يولد في اورشاليم في القصر ولم يولد في في قصور الرمان او الفرسيين او الحكماء ولكن ولد ووضع في مذود حقير اوليس عجب انه من كل سكان الارض الله مخترش الا بقعة صغيرة اللي هي بسموها عنا اليوم حقل الرعاة هذا المكان اللي كان فيه قصة الحب بين بوعز وراعوث حقل الرعاة الموجود في بيت صحور اليوم هذا الحقل طبعا هو بأسفل الوادي ولكن يطل على البلدة بيت لحم شرف مجموعة من الرعاة اللي كانوا بيحرسوا الغنم لكي يتعاطف مع هذه المجموعة لكي يكون يعني هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف ولكي يكون كما قيل عنه حمل الله بلا عيب فكانت الرسالة لا تخافوا ها أنا أبشركم بمجد أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنها بشارة الصلح العظيم اللي المزمع كان يتم على الصليب في أورشاليم السماء الطاهرة عانقت أرض اللعنة والخطية سمع بشارة مفرحة مشجعة مناظر جميلة عظيمة من جوقة لا تستطيع أن تعدها أو تحصيها جوقة ملائكة ظهرت فوق بيت صحور للرعاء المجد لله هكذا خاطب سكان السماء سكان الأرض إنه عيد الفرح مع الملائكة نعم أحباء ظهر ليوسف مرة خامسة ولكن هاي المرة بحلم مرة تانية للحماية للهرب إلى مصر للإعالة حتى يهتم بالعيلة المقدسة ولتتميم النبوة من مصر دعوت ابني الله بيتعامل بطرق متنوعة غير محدودة هذا لا يسعني أن أذكر الآية الموجودة في سفر الخروج إصحاح 23 والآية من 20 إلى 23 بس عاوز أقرأ جزء منها هأنذا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجي بك إلى المكان الذي أعددته بكم البقول لأن اسمي فيه اسم الرب في الملاء وطبعا هذه البشارة لابد أن الملائك تحمي عادة لما من روح على عين كارم وين مريم زارة الإصابات بي بي بيسألوني طب كيف شاب صغير عمره 15 سنة أو 16 تترك الناصري وتمشي لوحديها في جبال يهودا ما كانتش خايفة لا ما كانتش خايفة لأنها كانت محمية بجيش من الملائكة لتتميم مقاصد الله وعندما ذهبوا إلى مصر كمان كانوا محميين من الملائكة بغض النظر شو ممكن يواجهوا من مخاطر الطريق أو اللي رح يواجهوا في مصر ولكن الله دايما بيرسل ملاك حتى يحفظ وحتى يحمي لاحظ الكلام لأن اسمي فيه قبل ما أكمل أنا عاوز أخد مكالمة أو اتنين بدي أخد المكالمة الأولى أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على البث المباشر مساء الخير كل عام وانت بخير أبو مهند كل عام منتقفير وحرق صحة وسلامة أنا كنت عام بتكلم عيد ميلاد مجيد الله يباركك من أحد أحباد الرعاة الذي نبشرهم الملاك في ميلاد المسيح أكيد أنت واحد منهم كنا ونحن أطغار أخرج من حفل الرعاة وأنت تعرف بيتنا أين يقع كنا نرط دائما حلم بنا معشر المؤمنين إلى بيت الأحم نثر منشدين وحيث نرى سيد العالمين سنجد بحب له خاسعين مليك الملائك السرمدي من العرش جاء إلى المذودي برب البنية فلنقتذي ونهدي له المد طائعين المجدل اللهم في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر يجب أن نقدم المجدل لله حتى يعم السلام في البلاد ونعيش في مصر هذه معنى النقاط هذه الثلاث المجدل لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر هكذا يجب دائما أن نرتل هذه الترنيمة الترنيمة الخالدة المجدل لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر ولك أجمل تحية أيها الأخ العزيز جزار شهيد شكرا جزيلا أخ 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 أنتبى جوجتي أم مهند بالصلاة لأنها الآن هي عملت عملية في ظاهرها والآن هي تركض في سرير الشفاء عملية خطرة جدا في يوم عيد الميلاد المجيد في يوم عيد الميلاد كانت تقضع بيد الدكتور في أهاله العملية وشكرا لك لأنك استمعت لي أيها الأخ العزيز وكل عام وأنت بألف خير وعيد ميلاد مجيد وسنة طيبة لك أيها الأخ الكريم شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك أبو مهند هو أصله على فكرة من حق للرعاة كيف شاءت أنه كان ينتظر على التلفون وأنا تكلمت عن حق الرعاة سنذكر زوجته في الصلاة وكل اللي يسمعونا يصلوا من أجل زوجة أبو مهند راح أخد كمان مكالمة من الأخت مريم من مصر أهلا وسهلا أخت مريم ات معانا على الهوى أهلا يا حضرة الأسيس أهلا بك وانت طيبة شكرا كتير أنا متشجعة جدا بالأنوان الحلقة لأن فعلا ربنا بيكلمنا بكل الطرق ومش بس بيكلم شعبه وبيكلم كمان الناس الثانية فعندنا مثلا المثال في كتاب المقدس عن المنموذ اللي هما ما كانوش من شعب الله وكانوا من بعيد جدا لكن بإعلان إلهي من ربنا وصل لهم أن المسيح اتولد في المكان ده وفضلوا ربنا معينهم لحد ما دلهم على المكان فمن المنطلق ده أسيس لأن دي بتعمل شوية تتراجل عند المؤمنين اللي حتى مشيين مع الرب وبيحبوا الرب ومش عايزين يكونوا مشيين أبدا بمشيئتهم الخاصة فدايما يعني بيدوروا على مشيئة الرب في حياتهم متعاب بيقوا محترين هو ده صوت الرب ولا مش صوت الرب فأنا عارفة أن حضرتك شخص مختبر الرب من فترة طويلة فممكن لو تدي شوية نصايح إزاي نعرف مشيئة الرب لحياتنا وإزاي نسمع صوت الرب وإزاي نبقى متأكدين أن ده مش صوت من النفس لكنه صوت من الرب طبعا لو في حاجة كمان بساعد أن يكون حاجة كتابية أو حاجة عارفين أنها مش عكس الوصية نكون شكرين برضا ربنا أمين شكرا كتير يا أخت مريم فعلا يعني بدل ما أنه ممكن جواب سريع كل إنسان بيختبر الرب يسوع المسيح بيسمع صوت الرب خرافي تسمع صوت الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن الروح القدس الساكن فينا بيكلمنا كلمة الله يعني نسمع صوت الرب من خلال الكلمة كلمة الله لما نقرأها من اختبر مشيئته ممكن نختبر مشيئة الرب في الكنيسة في الأقوال في كذا الظرف والله غير محدود ولكن لازم كل شيء يكون بحسب مشيئة الرب وحسب كلمة الله ولكن رح نخصص حلقة مخصوص لأنه كيف تسمع وتميز صوت الرب ولسيما بين الأصوات الكثيرة في هذا العالم إحنا مثل ما قلنا أنه ظهر لدنيال قال له لا تخف ظهر لزكريا قال له لا تخف ظهر للمطوبة مريم قال لها لا تخاف ظهر ليوسف قال له لا تخف ظهر للرعاء قال لهم لا تخاف وكل يعني ظهور كان في رسالة خاصة ويريت يعني في هاي الفترة نقرأ إنجيل متى صحاح الأول والتاني وبشارة لوقة صحاح الأول وصحاح التاني أربع صحاحات في بشارة متى وبشارة لوقة حتى نشوف كل هاي الرسائل اللي تكلموا فيها الملاك أو الملايكة وطبعا جوقة الملايكة تعتبر أعظم بل أكبر جوقة في التاريخ يعني قديش في جوقات في هذا العالم تقرأ عن جوقات من آلاف ولكن لا تقارن بالجوقة الملايكية ملايكة السماء وأكيد أصواتهم أصوات جميلة جدا في تناغم أو انسجام تام وأكيد يوم من الأيام إحنا رح نشترك معهم في هذا التسبيح لما نكون معهم في السماء عاوز بالفترة الأخيرة أحبا أقول أنه رسالة الميلاد هي رسالة إيمان زي مريم ليكن لي كقولك عارف مريم تعتبر مثال لكل مش بس الأخوات لكل من يشاهد كانت العذراء الطاهرة ولاحظ عدة أمور لما سمعت كلام الملاك قبلت الكلام آمنت بالكلام صدقت الكلام امتلكت الوعد مش بس امتلكت وتحركت في الوعد كتير مراكب نسمع بس ما منخدش الخطوة واليوم أنا بصلي أنك تعمل مثل مريم آمنت صدقت امتلكت وتحركت تحرك تحرك اليوم صمم أن يكون في ميلاد جديد في حياتك اليوم تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ فهي رسالة إيمان ولسيما من مثل مهم كتير مريم الناصعة مريم الخاضعة القانعة المتواضعة اليافعة ممكن تقول عنك كل الكلمات الجميلة يكفي أنها قالت أنا آمت الرب أنا آمت الرب يعني أنا عبدي لرب رسالة الميلاد هي رسالة مجد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام كل لاحظ الإنجيل والسيمة في إنجيل يحنى يتكلم عن مجد المسيح والرب يسوع وجه هذا المجد للآب قال فليضئ نوركم قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموة كتير من المعجزات مجدوا الله في مجد في كل يعني قدرة الله في عظمة الله فواضح أنه فعلا هي رسالة مجد رسالة الميلاد هي رسالة السلام وعلى الأرض السلام السلام المنشود اللي إلنا سنين منتظره ولكن مكتوب عن يسوع لأنه هو سلامنا مكتوب عن يسوع أنه رئيس السلام وأنه إله السلام مكتوب عن يسوع المسيح أو كما قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام المسيح سلام دائم سلام أبدي سلام بغض النظر شو الظروف والإضطراب والهيجان اللي حوالينا أنا عم بتمتع في سلام المسيح اللي فعلا هاي كانت هي رسالة السلام رسالة الميلاد هي رسالة الخلاص وبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص رسالة الميلاد هي رسالة مش بس الخلاص هي رسالة الفرح كل اللي تعاملوا في قصة الميلاد الشخصيات كلهم كان عندهم فرح وبالناس المصرة بتفسير آخر بالحائزين برضا أي برضا الله هللت السماء ابتهجت الأرض فرح حقيقي كما قالت مريم فتبتهج روحي بالله مخلصة رسالة الميلاد هي رسالة العطاء رسالة قدمت السماء المخلص الوحيد ربنا يسوع المسيح المجوس قدمه هدايا ذهب ولبان ومر المسيح الملك المسيح الشفيع المسيح المخلص رسالة الميلاد هي رسالة فرح هي كمان رسالة محبة والمحبة دايما فيها غفران عاوز أقول لكل من يشاهد لا تضوع وقتك اغفر خد هذا الوقت أنه تقدم الغفران وإلا ليه بتحتفل بالميلاد إذا ما عندكش غفران وعاوز أقول أحبائي لو أبطلع على كل الزينة رسالة الميلاد رسالة البهجة رسالة الطفولة هيرودوس كره الطفل يسوع قتل أطفال بيت لحم واليوم أحبائي إحنا المفروض نوقف مع الأطفال المشردين المظلومين اللي حقوقهم مهدومة اللي في كتير بلدان بيعملوا كعبيد وكتير في بلدان عم بيقوموا حتى بيجندوا أطفال جيش بيغسلوا دماغهم في الأمور الدينية رسالة الميلاد هي رسالة يسوع المسيح اللي جاء من السماء إلى الأرض حتى يقدم الخلاص وفي النهاية أقول كل عام وإنتم بخير إيه الهديلة ممكنت تعطيها ليسوع قل له يا رب أنا بعطيك حياتي اليوم بتوجك رب وملك على قلبي وحياتي بدعوك حتى تكون أنت مخلصة سامحني على كل خطية اغسلني بدمك طهرني وأنا بقبلك اليوم رب ومخلص على حياتي بصلي أنك قبلت هذا الشيء من كل قلبك اكتب لنا بحب أسمع منك والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر